أسألك سؤال مرتبط بكتابك و مرتبط بإطروحاتك و بحثك أن استطاع بإجازة سيكون ذلك عظيم ما هي أبرز الفروقات الواضحة بين التشيع العربي و التشيع الفارسي؟ أولا التكفير التشيع العربي لم يلجأ إلى التكفير إطلاقا و الثانيا الغلو التشيع الفارسي جعل من الأمة سميتها لاهوت الإمام جعل من علي إلها يعني تصور أن الله في القرآن هو علي بن أبي طالب وهكذا هو التشيع الفارسي و ثالثا الطقوس والبدع التي حرفت الدين إلى كهنوت لإلغاء الآخر و النظر إلى الآخر في التطرف هذه ثلاثة عوامل أساسية في العراق قبل سابع تقريبا كان حدث غريب جدا وهو تشيع إحدى القبائل الشهيرة طبعا ليست كل القبيلة و إنما يعني جزء منها و خرج الشيخ القبيلة يعني يعلن عن تشيعه و جاءه يعني بتكريم و آخره هل تعتقد أن هذا التشيع حقيقي مثلا أم أنه تشيع لاتقاء شر عسكري أو سياسي أو للتقرب إلى إيران لماذا تسعى إيران الآن مثلا لدخول في تشيع القبيلة و ليس حتى في تشيع المجتمع أو الدولة يعني عنصر القبيلة دائما من العناصر التي دعنا نقول تعمل توازن في الدول أما في الحروب أو حتى في وقت السلب الآن أصبحت تستهدف مذهبيا لماذا تم استهداف بعض القبائل في العراق للتشيع إيران تدعي أنها تمثل التشيع في العالم و هي بذلك تحول كثير من السنة في العالم العربي حتى المغرب العربي و دول الأفريقية و غيرها الآن سوريا و لبنان إلى التشيع الفارسي وتدعي تمثيله و لا يمكن لها إلا من خلال هذه المتبنيات فتجد قبال الجنوب العراقي كان كله سنة بغداد كانت أكثر سنة كيف تحولت إلى هذه الشيعية من خلال هذه الممارسات والخميني مارسها بإتقان هناك مؤسسات في إيران لنشر التشيع و وضعوا خزائن كثيرة لنشر التشيع